بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين هيا عزيزا المشاهدين نتعلم بعض أحكام التجويد وأحكام التلاوة مع فضلية الشيخ خالد من خلال ما استمعنا إلى الآيتين الكريمتين فضلية الشيخ خالد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فأولا مع حروف الذكر الحكيم أخذنا منها تذكرة بما سبق نطقا وكتابة كان ما يلي الألف اليابسة وأخذنا با وتا وثا وأخذنا الجيم والحا والخا وأخذنا الدال والذال وأخذنا الراء والزاي وأخذنا السين والشين وأخذنا الصاد والضاد وأخذنا الطاء والضاء وأخذنا العين والغين وأخذنا الفاء وأخذنا القاف اليوم مع حرف واحد ألا وهو حرف كاف هكذا ينطق كاف لابد من كاف فألف ففاء كيف يكتب لهذا الحرف صورة في ختام الكلام وسورة في بدء الكلام لذا سأكتفي اليوم منه بصورتين فقط حتى لا يكون هناك كثرة فتنسى الصورة الأولى وهي صورة له مشهورة جدا هكذا كأني سأكتب الألف بدون همز هكذا هذا أول شيء من أعلى إلى أسفل بين السطرين ثم هكذا ثم الهمز التي فوق الألف ولكنها أكبر بقليل وهذا هو شكلها نعم هذه همز وفوق الألف اليابسة همز لكن لاحظ همز الكاف في المصحف بالذات بخلاف الهمز التي توضع فوق الألف اليابسة فهمز الكاف كبير بعض الشيء هذه الصورة الأولى للكاف الصورة الثانية هكذا انظر معي كيف تكتب هذا أول شيء بعد ذلك تذهب هكذا بالقلم بعد ذلك هكذا ثم كذلك إذا معي سورتين للكاف هذه واحدة الأولى وهذه الثانية إذن علينا أن ننتبه لكيفية نطق كاف هكذا مرققة مرققة كاف كاف رأيت النطق مرككة بغير مرققة قاف مركقة مرككة كاف سمعت الفرق بين الصوتين فرق شاسع إذن إذا أردت أن تنطق في كتاب الله كاف ها يا عين صاد في فاتحة مريم فانتبه لذلك جيدا فهي معنى في حروف الذكر الحكيم وانتبه لصوتها جيدا حتى لا يلتبس فكثيرا ما يسبق اللسانة من قاف إلى كاف والعكس بالعكس بعد أن أخذنا حرفا من حروف الذكر الحكيم أم حروف الذكر سمعت فرق شاسع بين الذكر الذكر بالقاف إذن انتبه فالحرف جد خطير كسابقيه واللسان كثيرا ما يخلط بينهما فانتبه لذلك جيدا مع آي الذكر الحكيم اليوم لا تنسى أن تستعيذ فكثير ممن يبدأون التلاوة يستعيذون مجازا بسرعة لا مع التعليم والتلاوة تعامل مع الاستعاذة والبسملة في مقام التعليم تعامل معهما كما تتعامل مع القرآن الكريم اطمئنان تؤدى مراعة أحكام لا تنسى مع الآية الأولى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أسمعكم جيدا كأنكم تقولون هذه تقسيمات الجمل نعم أحسنتم هذه تقسيمات الجمل وهناك تقسيم للجمل لا أقول لضعيف النفوس أعني النفس تقسيم يعتمد على تذوقك لكلمات الله وانتبه تذوقك قف وكاف ما هو هذا التقسيم اسمع وتأمل جيدا قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين هذا التقسيم ما رأيك فيه تحب أن تعرف السر في ذلك هيا سويا لنتذوق كلام الله تبارك وتعالى مع تلاوته كيف يكون ذلك قبل أن تبدأ قل هو الرحمن آخر جملة في الآية السابقة ها سؤال فمن يجير الكافرين من عذاب أليم هذا سؤال يوجهه الله تبارك وتعالى تأتي الإجابة قل من الذي يجير من لم يكن كافرا بالرحمن من الذي سيتولى الرحمن عنايته لأنه آمن به وتوكل عليه فيجيب المسلم قل هو الرحمن وهذا وقف يسمونه وقف حسن والأحسن قل هو الرحمن آمنا به هذا يتعلق بالمعنى ويتعلق بالإعراب ولكني لن أدخل فيه لكن تذوق الإجابة من يجير تجيب بكل قلب مطمئن قل هو الرحمن فتزيد الأمر حسنا فوق حسن فتقول هو الرحمن آمنا به فتزيد الأمر حسنا فوق حسن يكفي كل ما سبق قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا إذن فهذا الكلام تم لفظا يعني إعرابا وتم معنا ولكن المعنى ما زال معي مستمر في ماذا بأن الأمر ما زال مستمرا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أجبتهم ورددت عليهم خذ هذا الأمر لهم أيضا فستعلمون من هو في ضلال مبين تهديد ثم يأتي الأمر الذي يليه انتهى التهديد فذاك وقف تام قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أتم وقف في السورة إذن معي تام ومعي أتم ومعي حسن ومعي أحسن ومعي كافي ومعي تام ومعي أتم وبالمناسبة سؤال في آخر آية الأخيرة قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا إن أصبح ماءكم غورا جواب إن فمن يأتيكم بماء معين سؤال موجه يقول أهل التجويد أي أهل الوقف والابتداء ينبغي الفصل بين السؤال أي بين الاستفهام وبين الإجابة ما معنى هذا؟ الجملة وهي فمن يأتيكم بماء معين سؤال سؤال يوجهه الله تبارك وتعالى لكل فرد نسأل الله أن لا نكون من المتجبرين كمثل المتجبر الذي سمع هذه الجملة من كتاب الله فأجاب بكل تجبر تأتي الفؤوس والدلاء يعني ممكن نحفر ونجيب بالقرادل ذهبت ماء عينه في الحال لأن الذي يأتي بماء معين هو الله رب العالمين جاء في تفسير ابن عباس يأتي بالماء المعين بسم الله الرحمن الرحيم صاحب نون والقلم وما يسطرون ما هو إلا رب العالمين إذن فعليك من باب الاستحباب لا من باب الإلزام كما قال النووي في هذا الفصل في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن في آخر الباب وما كان في معناه يقصد ماذا ما كان في معناه يقصد ما كان من خاتمة القيامة حيث جاء فيها النص يقصد ما جاء في سورة التين حيث جاء فيها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان في معناه أن النبي كان إذا مر بآية رحمة سأل الله منها وإذا مر بآية عذاب استعاذ من عذاب الله تبارك وتعالى وأخذ على هذه الشاكل العلامة الضباع في كتابه فتح الكريم فذكر ما ذكره النووي ثم نص على خاتمة الملك وكذا الخطيب الشربيني في تفسيره وكذا الألوسي بجملة في غاية الجمال إن لم يعبدوه ويوحدوه للحياة الباقية فليعبدوه وليوحدوه للحياة الفانية فهو الذي يأتي بالماء إذن فلننتبه لكل هذه المعاني وأنت تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى في هذه الجمل أرجو أن تكون سهلة واضحة لينة وأنت تتلو كتاب الله إذن هذه الجمل أمامك اختر منها ما شئت وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب الأمر الثاني أماكن الغنة وأرجو أن يكون معك قلم لتضع علامة في مكان الغنة فتارة تأتي بين كلمتين حين الوصل وتارة تأتي في كلمة واحدة فانتبه قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا واخترت لك أحسن ما فيها وإن شئت ثقف كما تحب وتشتهي أين الغنة آمنا به في النون في كلمة آمنا إذن في الجملة الأولى غنة واحدة فستعلمون من هو في ضلال مبين في الجملة الثانية غنة واحدة وقعت بين كلمتين ضلال مبين في آخر ضلال وأول كلمة مبين حينما تصل إذا وقفت ضلال للضرار أو الاختبار إذا وصلت عليك أن تأتي بالغنة مع تشديد الميم هكذا ضلال مبين الجملة الأخيرة قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فا إذن عند وصل غورا بالفا تأتي الغنة وقفت غورا وصلت غورا فا فمن يأتيكم الثانية يأتيكم بي الثالثة بما إما الرابعة إذن في الآية الأخيرة أو في الجملة الأخيرة أربعونا فانتبه لها جيدا أماكن المد الزائد عن المقدار الطبيعي قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين في إعادة الآيات في كل مرة نختص بحكم معين واضح للبيان في الأولى كان للجمل في الثانية لأماكن الغن في الثالثة لبيان أماكن المد الزائد وأنت أيها المشاهد الكريم تستفيد من هذا التكرار لضبط الكلمات جيدا فلا تخلط فتح بكسر أو سكون تحركه أو مدا غير زائد عن حجه فتزيد فيه فانتبه لذلك جيدا فهذا من هدف التكرار هو أن تسمع جيدا الجملة الأخيرة قل أرأيتم إن أصبح ماءكم الأولى غورا فمن يأتيكم بماء معين إذن ماءكم بماء معين هذه أماكن المد في الجملة الأخيرة ولا ثالثة لها في هذه الآية جميل انتهينا من أماكن الغن انتهينا من أماكن المد انتهينا من تقسيم الجمل مع فهم المعنى بأبسط ما يمكن ننتقل إلى الأسماء والمسميات التي معنا لأننا سوف نستخدمها كثير فنمرن سماعنا على هذه الأسماء التي سوف نتعامل بها قل لا مفعل مظهرة قل هو الرحمن لا شمسية مدغمة قل هو الرحمن آمنا لاحظ بماء وماءكم حرف المد بعده همز هنا همز بعده حرف مد آمنا هذا يسمى مد بدل في هذه الرواية من قبيل المد الطبيعي مثل ألف الرحمن آمنا لا تزيد في المد لحفص بل هو مد طبيعي ما اسمه؟ مد بدل الآن نحن نتعرف على أسماء الأحكام التي سوف نتعامل بها آن لنا أن نسمع هذه الأسماء لتكون سهلة في المسامع بعد أن عرفنا غنة مد نعرف هذه الأسماء آمنا به ها الضمير وعليه توكلنا المد الطبيعي والحمد لله رب العالمين